اخبار طبعا عندنا اخبار مهمة لكن نقف عند تطوير او تترميم الجامع الازهر الشريف ده حاجة جميلة جدا 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 مش غريبة عن السعودية انها تتقدم بهذا العمل والازهر يعني مش مسجد مصري ولا منارة علم مصرية لكنها منارة يعني عالمية يعني قبل منقول عالمين ولا عربية عالمية فده يعني جميل جدا جدا وحن نشكر المملكة العربية السعودية على هذا العمل وده متوقع من السعودية مش غريبة عليها بس الاهتمام بالمسجد الازهر ده حاجة شيء رائع جدا 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 على فكرة في جنبي ده دعوة من الامام الاكبر لامام احمد الطيب قال فيها لابد ان يتبقى فيه وحدة اقتصادية انتوا شايفين من تابعين اللي بيحصل في انجلترا وسكوتلندا بتنفصل وبعدين الشعب البريطاني حياخد اظن لنتيجة لتطلع لغاية دلوقتي انه 53% البريطانيين رفضين ايه انفصال اسكوتلندا ارجع يعني كده وهاتي التاريخ وارجع شوف ايح كاية انجلترا دي اصلا حتليها تانجلترا صغيرة كده مع ايرلندا كده مع اسكوتلندا كده مع ويلزي كده عملوا المملكة المتحدة البريطانية لباقة الامبراطورية المهولة التي لا تغرب عنها الشمس اه خروج اسكوتلندا كان هيعمل تأثير كبير على بريطانيا لانها تيلت انجلترا لانها عندها البترول لانها 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 عندنا مشكلة لو خرجت من بريطانيا كان السترليني عينار وحتعصى مشكل كبيرة بس في الغالب مش هتخرج لانهم بيفكروا ازاي المسيطرين على عالم اللهم السادة الامريكان الافاضل بيفككوا العالم مش عايزين دولة تبقى جمدة ولا دول تتحد عايزين يفكوه كده يعملوه ايه يعني كله كده يعني دول صغيرة ملا بقاش ليه هييمة ولا عندها جيش قوي ولا عندها سيسك صديق كبيرة ولا بس مش قادرين طبعا في اليابان طلع جمدة في المانيا جمدة في الصين جمدة في دول طلعة جمدة جدا في الهند جمدة احنا ايه اخبارنا ايه احنا اخبارنا احنا ايه هي مصر تقدر تواجه العالم لوحدها لا طب السعودية تقدر لا طب الامارات تقدر لا طب تونس تقدر لا طب الجزائر تقدر لا طب لو دول دخلوا رابطوا مع بعض يبقى ايه الموقف تصور انت عندنا مساحة مهولة خير قنوز مهول يعني ايش معقول عندنا عدد تقاريد تقريبا واحدة عندنا دين بنسبة خمسة وتسعين او سبعة وتسعين واحد عندنا لغة واحدة يا اخبار السود وفيه احسن من كده بقى ده اوروبا فيها خمسمائة لغة يعني فيها خمسمائة لغة احنا بنتكلم دلوقتي على ان المنطقة دي كلها اللي فيها كل هذه المواصفات وعلى فكرة في حاجة تانية بقى اصعب ما يمكن عن الفلوس وعن البتاع ان اهالي المنطقة دي بيحبوا بعض بدليل بدليل بقى هنا هيجي دور بقى الفن اللي الناس بتقولك محمود كان صاحب فني ايه وكنت صاحب فني وافخر بذلك واشرف بذلك وده شيء عظيم الفني يقولك بقى اسمع بقى من الناس زماني ودلوقتي هل جمهور عمر دياب جمهور مصري لا جمهور عربي هل جمهور احلام جمهور مصري جمهور خليجي لا عربي هل جمهور محمد عبده جمهور سعودي او خليجي لا عربي هل جمهور افلام احمد السقى وهنيدي واستاذنا وعمنا عاد الامام ومحمود عبدالعزيز وكان احمد زاكي ومحمود ياسين وعد اسمها زي ما انت عايز جمهور مصري لا هل المسلسلات السوري قبل ما تحصل مشكلة سوريا الكبيرة دي اللي احنا كلنا اسفين عليها مسلسلات السوري اللي كتجات لنا وحصل الناس هجمتها وانا الحقيقة كنت من المؤيدين لها هل سلافة وخرجي ممثلة سورية لا عربية هل نانسي عقرم مغنية لبنانية لا دي نجمتنا احنا في مصر وفي تونس على فكرة وفي الجزائن على فكرة ومحمد مونير كده برضو في كل الدول العربية وعلى الحجار وغيره عايز اكتر من كده ايه ايه انا عايز اكتر من كده صفات تجمع الناس ايه وعندك شيخ اظهرك عالم جليل الامام محمد الطيب هو ازعلان مني بس هنصلحه يعني ان شاء الله بس هو امام جليل طبعا الشيخ الازهر بيقولك نتنخش مع بعض يا جماعة نخش مش هنخش قوة حد يفتكر ان انا ما بقول وحدة اقتصادية يعني هاخد فلوس الكويت للمصريين لا لا بس اللي محتاجة الكويت نصنعه في مصر واللي محتاجة مصر امح يزرع في السودان وزي ما انت عايز قول ده ما نقول فيها يعني كتير جدا 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 لكن معلش هنقول كل ما نقدر نقول هنقول للمصور فيо اقتصادية